حافظة زيزي في الناشكيلية عصامية من منطقة أغبال نيتسخمان إقليم بني ملال وحالياً كنت وجدت قصبة أيت بن حدو بورد الزيت توجدت على 15 سنة كانت عندي حالة انتقالية في حياتي الشخصية هي اللي خلتني أنني مشيت لمراكش واستقرت مع الأخ ديالي واحد ساني يعني سكن تماهاء في المسكن ديالي والمسكن ديالي كيحتوي على مرضا هذي أكيambling كانت ربما نقدر نقول هذي أكيها البداية ديالتي أنا كان نرسم على المرأة وديم على المرأة أنا كان جزتrobe الحياة اليومية المرأة الأمازغية اللي بدأتت عند نضاتر قبل كانت المرأة الأمازغية محбоرة بذلي مثلا تذكر مثلا ما species متازوجب بغيت ما كمل قراءة أشكال لي الوالي قال لي أصيري تزوجي رفاً قرائتك مهات كملية كل شيء ممكن يوصلي الإنسان بالعزمة والإرادة أنا كنت لوقيتها في مرحلة انتقالية في هذه الأشياء صعبة كان نبكي وتنطرح ألف سؤال وسؤالتها نقول كيف أجزوك نقدر أنا نواجه الحياة ونواجه تربية أولادي وأنا بوحدي واحد صوت من الضغل يلي يقول لي ستوصلي بالإرادة والعزمة ستوصلي تبتي الخطوات ديلك الأولى وتقدم نفسية ديلك والنفسية ديال الأطفال ديلك ورمي يكونها الخير إن شاء الله وفعلا الإنسان أولا يتق بالله سبحانه وتعالى ويتق بالنفسه ويرمي الخطوات ومشي مشكلة لا طاع أكيد غدا يطاع يجمع الوقفة أو تاني ويزيد وأرض الله واسعة إلا ما أعطتك شو أحد المنطقة ما شاديك نهاية العلام آخر حاجة بيت نقولها سافروا تغنموا